مرحبا متابعينا أنا الدكتورة الصيدة لاني روان عبد السلام رح أحكي معكم هلا عن أهم الإجراءات اللازم نتخذها عند أخذ جرعة زائدة من الدواء طبعا الجرعة الزائدة من الدواء أو الدراج أوفردوز هي عبارة عن ارتفاع مستوى الدواء في الدم نتيجة أخذه بجرعة زائدة عن الجرعة المنصوح فيها بتحصل لما الشخص ممكن الشخص ما ينتبه فياخد جرعة زائدة من الدواء ممكن كبار العمر ما بيكونوا منتبهين الجرعات المناسبة للأدوية وبيكون صعب عليهم يتعرفوا عن الأدوية ممكن بعض المراهقين بلجأوا لأخذ جرعات كبيرة من الدواء بداعي الانتحار ممكن الأطفال لما بيكون الأدوية محطوطة في متناولهم لأنه دائما ننصح أن الدواء لازم ينحط في مكان آمن ومرتفع بعيد عن متناول الأطفال والأطفال ما عندهم الوعي فبيلجأوا دائما أنهم يدخلوا كل شيء عن طريق فمهم هلأ يعني ممكن كمان تحصل شخص بياخد جرعة مناسبة من الدواء ولكن بيكون في عنده مشكلة في عضو من الأعضاء زي عندنا الكبد مشكلة في الكبد إذا كان الدواء بيتم تطرحه عن طريق الكبد أو مشكلة بالكلا إذا كان بيتم تطرح الدواء عن طريق الكلا ممكن كمان عن طريق مواد أدوية أو مواد كيميائية بياخدها الشخص هاي الأدوية ممكن ترفع من مستوى الدواء في الدم فبتسبب الأخطار الجانبية إليه هلأ متابعينا في حال أنه الشخص أخذ جرعة زائدة من الدواء يجب عليه التوجه مباشرة للطبيب أو لأي مركز طبي قريب عليه هون بيتم سؤاله وممكن كمان ياخد معه الدواء اللي هو يتناوله لحتى يساعدهم في عملية الإسعاف والعلاج هلأ ممكن هناك يتم سؤاله إيش النوع الدواء اللي أخده إيش الجرعة اللي أخدها وكمان إيش الزمن الفاصل عن آخر جرعة أخدها من الدواء كمان بيتم متابعة العمليات الحيوية للجسم بالنسبة لهذا المريض هاي النقطة كتير مهمة لأنه مش ضروري دائما بالـ drug overdose أنه يتم العلاج الطبي ممكن أن تكون المتابعة ضرورية جدا لحالة المريض ففي عندنا أدوية ناخد منها جرعة بسيطة ممكن تسبب الوفاء وممكن أدوية ناخد منها جرعات كبيرة تسبب أعراض بسيطة بتعتمد على نوع الدواء فهلا بيقوموا بمتابعة الوظائف الحيوية للجسم زي عندنا سرعة النبض كمان عندنا الضغط الدم درجة حرارة الجسم كل هاي الأمور يتم متابعتها كمان نبضات القلب وبالتالي بيتم الحكم على حالة المريض كمان بيتم عمل gastric lavage أو غسيل المعدة بيتم إدخال أمبوب من الفم مرورا بالمريء والمعدة ويتم ضخ سوائل وشفطها بهدف إخراج الدواء طبعا ويتم منع امتصاص الدواء من الدم هاي العملية هي مفيدة إذا تم عملها من نص ساعة على ساعة من أخذ الدواء كمان في عنا إعطاء activated charcoal الفحم المنشط هي مادة تنعطى عن طريق الفم ترتبط بالدواء ويتم تخلص منها عن طريق الستول أو البراز وبتكون فعالة خلال أربع ساعات من أخذ الدواء كمان ممكن نعطي المريض أدوية مهدئة أو يتم تقييد المريض إذا كان عنيف وبشكل خطر على الطاقم الطبي وعلى نفسه كمان كتير ضروري أن نسأل المريض عن سبب أخذ الجرعة الزائدة لأنه إذا كان بداعي الانتحار لازم نخليه راجع طبيب نفسي يتابع معه الحالة كمان ممكن إعطاء الانتي دوت الدواء المضاد اللي هو يعني بيقلل من الأخطار الجرعة الزائدة من الدواء ولكن مش كل الأدوية بيكون متوفر لها انتي دوت وبالنهاية المفروض أنه الشخص يتابع طبيب العيلة لحتى يشوف شو أثر هاي الجرعة الزائدة على وظائف الجسم المختلفة من الكلة والمخ والقلب والدماغ وذي وذي شيء من كل شيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر